موسيقى لا تزال التساؤلات حول استهداف جنود الجيش الوطني في مأرب تنتظر إجابات شافية لماذا لم تقم قيادة الشرعية والجيش بردة فعل تتناسب مع حجم الحدث ماذا عن معركة نهم؟ هل ستكون فاتحة لتغيير المعادلة والعمل بمعزل عن وصاية السعودية؟ أهلا بكم على وطيرة متصلة تستمر المواجهات العنفة في مديرية نهم بين ميليشيا الحوثي وقوات الجيش الوطني بالإضافة إلى جبهتي الغيل ومجزر جنوب غرب الجو فيما تتوارد المعلومات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات يتساءل المراقبون عن هذه المواجهات هل تأتي في إطار إعادة العمليات العسكرية؟ أم أنها مجرد محاولة تنفيذ لحالة الغضب التي اعتردت صفوف الجيش على خلفية مجزرة مأرب التي أدت لمقتل 111 جندي وضابط وإصابة العشرات التساؤلات حول من استهدف الجنود ولماذا ذلك الإهمال الذي تعرض له الجنود المصابون والذي أدى إلى وفاة العشرات منهم وماما كل هذا الإهمال يبرز السؤال الأهم هل الآن الأوان للجيش الوطني أن ينتزع استقلال قراره من التحالف؟ يعود الحديث عن الجبهات بعد سباة عسكري دام لأشهر طويلة لكنه حديث مصحوب بمرارة وخيبة أمل كبيرين بعد أن خان التحالف آمال اليمنيين وتحول إلى خطر محدق لا يقل كارثية عن ميليشيات الحوث نفسها جاء ذلك بعد يوم دام شهده اليمنيون بمقتل أكثر من 100 جندي وضابط والجرح عشرات آخرين في الاستهداف الذي طال أحد المعسكرات في مأرب السبت الماضي المواجهات امتدت على طول الشريط الجبلي من صلواح أقصى الميسرة إلى أقصى الميمنة على حدود محافظة الجوف ومصادر ميدانية تتحدث عن تقدم نوعي للقوات الحكومية في جبهة نهم بعد توقف دام سنوات كانت ميليشيات الحوثي قد حشدت قواتها من جبهات عدة لتخوض بهم هجومها لكنها كسرت بعد تعزيزات مشتركة لقوات الجيش الوطني وأهالي المناطق على التماس ترتفع الآمال مجددا باستمرار التصعيد العسكري ضد ميليشيات الحوثي لكن الأمر لا يخل من مخاوف كثيرة أبرزها أن يحول القرار السياسي دون الاستمرار في العمليات العسكرية فيما تتمثل المخاطر الأخرى في أن يتدخل التحالف بضرباته الخاطئة ليستهدف الجيش الوطني كما حدث أكثر من مرة تقول مصادر غير مؤكدة أن قيادة الجيش الوطني طلبت عدم مشاركة طيران التحالف في أي تقدم في جبهة نهم الأمر الذي يشير إلى أن صواريخ التحالف أصبحت تهديدا لا يقل خطورة عن قذائف الميليشيات يرزح الجيش الوطني تحت ثقل القرار السياسي ووساية السعودية التي فرضتها على الجيش وتحركاته هيمنة السعودية على القرار السياسي والنخب اليمنية انسحب على قرار التحرير وأكبل الجيش الوطني ليتركه عرضة لاستهداف الإمارات والحوثي على حد سوا يظهر ذلك جريا في موقف الشرعية في الرياض فخلال يومين منذ استهداف الجيش في مأرب لم يبدر من قيادة الحكومة رد فعل سوى بيان لا يرتقي إلى مستوى الحادثة إذن مشاهدين نبدأ النقاش في موضوع هذه الحلقة مع ضيفنا من مارب عبر الأقمار الصناعية رشاد مخلاف الكاتب والمحلل السياسي انضامي لنا من هناك أهلا بك سيد رشاد أهلا بك سيد رشاد سيد رشاد إذن استهداف في مارب أودى بحياة 111 جندي وضابط في ضمن صفوف قوات الجيش الوطني بداية كيف تابعت ردود الفعل الصادرة سواء عن مؤسسة الجيش أو مؤسسة الرئاسة أعتقد أنه لم يكن هناك رد فعل حقيقي وقوي يرتقي إلى مستوى الكارثة والإبادة التي يتعرض لها الجيش الوطني الجيش الوطني يتعرض لاعتداء العدوان السافر من الإمارات ليس من اليوم لو عدنا ربما كان آخرها ولن تكون آخرها ما حدث خلال الاعتداء على المعسكر التدريبي في الميل والذي راح ضحيته 111 جندي وضابط من خيرة قوات المسلحة من منتسبية اللواء الرابع حرس رئاسي هناك اعتداءات سابقة ومتكررة تعرض لها الجيش الوطني وكأنه هدف رئيسي بات لطيران التحالف كان منذ البدايات كان يترك على أساس تحت يافطة أن أخطاء حصلت ولكنها ليست أخطاء أستطيع أن أقول لك أنه حدث قبله مجزرة في شهر يوليو 2015 في معسكر لواء 23 مشافي العبر وهذا يبعد مئة الكيلو مترات عن الجبهات راح ضحيتها أكثر من 83 ضابط من خيرة ضباط الجيش الوطني كان من ضمنهم أحمد الأبارة وغيره وكان هناك تخطيط وضعه استراتيجية لإنهاء الاحتلال الميليشيوي في تلك الفترة لكنها لم تلق إلى الأخواة في التحالف العربي ويبدو أن انتهت المسألة إلى ضرب هذا المعسكر تعرضت الجيش الوطني لأكثر من عشرات الضربات الغادرة راح ضحيتها أبطال وقيادات عسكرية رفعة وأستطيع أن أقول نحن اليوم نتعرض لميليشيا الحوتي وإيضا لدولة الإمارات تكشفت الأجندات الإماراتية العدوانية التي أصبت تستهدف الشعب اليمني وتستهدف كوحدة الأمة اليمنية وتستهدف الكيانة الدولة اليمنية والجغرافية اليمنية باتت واضحة على مستوى الشارع اليوم اليمني هناك غضب عارم بناء على أي دلائل وقراء لك أن تقول أن الأمور واضحة وأنك من خلال قراءتك وتقييمك لمستوى الردود الصادرة عن مؤسسة الجيش والرئاسة ذهبت مباشرة إلى الحديث عن التحالف كأنه متهم والإمارات العربية المتحدة ماذا عن ميليشيا الحوثي الذي تم اتهامها من قبل البيانات الصادرة عن مؤسسة الرئاسة على الأقل أنا أخي لم أتحدث عن القيادة لكن أنا أتحدث الآن على مستوى الجمهور على مستوى الشارع اليمنين اليوم لديه قناعة بأن استمرار تواجد دولة الإمارات يشكل خطر وجودي لا يقل خطورته عن تواجد ميليشيا الحوثي ونحن نعرف من الذي أبقى ميليشيا الحوثي وحافظ عليها وهناك مصلحة لدى الإمارات باستمرار ميليشيا الحوثي في المناطق الشمالية ويبدو أن هناك تفاهمات أمنية بين الإمارات وإيران كان الملف الحوثي ملف رئيسي ومتواجد في كل حوارات الإماراتيين والإيرانيين لذلك لم تعود أولوية قصوى بالنسبة للإمارات والتحالف أنا أتهم حتى التحالف أنا أتكلم عني شخصيا كمراقب سياسي وما أسمعه وما يتردد صداف الشارع اليمني اليوم هناك غضب شعبي عارم هناك غضب حتى داخل الجيش من المقاتلين الأفراد أنا أتكلم عبطال الجيش الموجودين في الجبهات هؤلاء الذين سطروا بطولات وبطولات أسطورية وهناك قصص ترقى إلى يعني تفوق مستوى الخيال ما حققه الأبطال وما استطاعوا أن يواجهه خلال خمس سنوات لكن الأخ الشقاء في التحالف العربي أهدروا خمس سنوات من الحرب وأوجدوا صراعات داخل مربعات الشرعية وداخل المناطق المحررة غرقت البلاد في تفاصيل والدولة والشرعية في تفاصيل أخرى بعيدة عن مواجهة الحوثي استفادت منها إيران واستفاد منها الحوثي الحوثي ليس بذلك البعبع القوي الذي يمكن أن تستطيع أن أقول أنه في أي مهاجهة وأنت تلاحظ اليوم ما يجري في نيم هناك انتصارات كبيرة وساحقة وقتل الحوثي بالعشرات لكن الجيش الوطني كان يتعرض كانت هناك خطوط حمراء والقرارات السياسية لم تكن مساعدة بطبيعة التحرك وما علاقته بما حدث أمس في مارب قلت أن كمراقب سياسي قلت أن البيانات الصادرة حول مجزرة مارب ليست حقيقية ولا ترقى إلى مستوى الحدث ما الذي كان مطلوب كموقف برأيك؟ كان مطلوب أكثر من ذلك نحن نطالب بلجنات تحقيق دولية على فكرة نحن نعرف الصواريخ الباليستية الحوثية قد تصل إلى مكان معين لكن بمساحة ما بين 3 كيلو إلى 5 كيلو متر مربع ليست بهذه الدقة هذه الصواريخ الذكية تستهدف مباني معينة محددة صحيح قد يكون هناك من يعطي الإحداثيات وهناك نوع من الاختراق البسيط لكن أن تتم الاستهداف بهذه الدقة هذا شيء معروف أن الإمارات وراء هذه الحادثة وربما أن تكشفنا للأيام أن هناك تعاون أمني بين الإمارات والحوثيين وإيران تقلل من الإمكانيات التي لدى ميليشيا الحوثي لكن إذا تم النظر في عمليات أخرى نسبت للميليشيا وهي أعلنت أنها قامت بها مثلا أرامكو ليست كل السلاح الذي لديها صواريخ باليستية أرامكو تضح أنها ليست أرامكو تضح أنها من خارج اليمن ولم تكن من داخل اليمن أو حتى احتمال الصواريخ الباليستية قد تصل إلى منشأة على مساحة كيلومترات كثيرة قد تصل إلى مدينة قد تصل إلى مطار تستهدف مطار لكن مباني محددة صدقني نحن خلال الخمسة السنوات الماضية وخلال حربنا مع الحوثي لم تكن صواريخه بهذه الدقاء أن تصل إلى مستوى استهدف مدينة بحد ذاته نرصد ردود الفعل حول الحادثة السنوات ولا نتجل هناك ألام موقف أخير صادر عن قياد حوثي محمد البخيتي قياد حوثي معروف يصرح لقناة الجزيرة ويرد على السؤال إذا ما كانوا هم من تبنوا العملية قال نحن لم نتبنى عملية مأرب ولو كنا فعلناها لا أعلن ذلك إذن هو قد تلف هناك من يريد خلط الأوراق اللواء الرابع حماية رئاسيات هل هدف تصريح خلط الأوراق؟ على أساس خلط الأوراق؟ نعم هناك من يريد خلط الأوراق ونعرف أن الإمارات وراء كثير من الأحداث نحن لا نستبقى للأحداث ونطالب وأنا أطالب عبر قناتكم بلجنة تحقيق دولية لتكتشف نوعية الصاروخ وهذا بالإمكان أن يصلوا إلى نتيجة مقنعة بهذا الحادث بالذات لأننا اليوم اليمنين موجوعين من هذه الحادثة أكثر من 111 من أبطال الجيش الوطني من منتسبي الرابع حماية رئاسية هؤلاء الأبطال كانوا معدون على أساس استكمال التدريب وعودتهم إلى عدن من الذي له المصلحة وراء هذه الضربة نحن نعرف أن الإمارات تعبث باليمن منذ خمس سنوات بأكثر من ملف فاليوم لدينا أحزمة أمنية لدينا نخب مسلحة لدينا قوات ما يسمى ميليشيات أو قوات ما يسمى حر رأس الجمهورية في الساحل الغربي لدينا وسنكتشف وسندخل في تفاصيل وسنغرق في صراعات بينية داخل مناطق الشرعية بينما ظل الحوثي يتنفس الصعداء طوال هذه الفترة لا يوجد حيف يا أخي حقيقي يسلب قرارك السياسي يبدو أنه انتهى وهناك الأب متغير ومستجد في المشهد هو التحرك في جبهة نهم كمتابع ومراقب أنت متواجد في القرب في مارب كيف ما هي آخر المعلومات وكيف تتابع التحركات الجارية الآن في جبهة نهم طبعا جبهة نهم أنت تعرف أنها على امتداد ثمانين كيلو متر من ميمنة الميمنة إلى ميسرة الميسرة جبهة نهم اليوم تسطر بطولات وبطولات قوية جدا كسرة الحوثي بشكل لم يتخيله حتى الحوثي اليوم الجيش الوطني تقدم حريب نهم وهي مساحة منطقة كبيرة استطيع أن أقول أنه تم تحريرها خلال فترة هذه عشرات المواقع خلال اليومين هذه منذ انطلاق الهجوم الجيش الوطني فجر الجمعة طبعا كان قبل حادث الاعتداء على اللواء الرابع حماية الرئاسية منذ فجر الجمعة والجيش الوطني يخض معارك شرسة في الميمنة وفي القلب وفي الميسرة اليوم الجيش الوطني على مشارف مديرية بن حشيش نحن قريبين من صنعه يا أخي جبهة نهم هذه جبهة استراتيجية مهمة جدا عطلها التحالف بقرار سياسي وقرار عسكري وضرب الجيش في أكثر من تقدم فيها وحصلت مراوحة خلال فترة هذه بقرار سياسي كان وراها أشقاءنا في التحالف ومعيد أن أقول لك لا يوجد التحالف حقيقي صادق وهو يسلبك قرارك السياسي ويسلبك قرارك العسكري ويسلبك حتى مواردك المالية اليوم الغاز معطل موارد النفط معطلة الموانئنا معطلة مطاراتنا معطلة إذن عن أي تحالف أنا أتحدث يجب إعادة العلاقة مع التحالف بصيغة تخدم القضية اليمنية الجيش الوطني كمؤسسة دفاعية وطنية دستورية هو الأول وهو الذي يعول عليه الشعب اليمني ونحل الكفاف جماهري حتى في مراقب سيطرة الحلط يا أخي أود أن أستفسر منك بشيء تقول أن جبهة نهم بدأت بالتحرك يوم الجمعة أو صباح الجمعة قبل حادثة قصف معسكر الاستقبال ما الذي يعني ذلك؟ ولماذا؟ ربما البعض يقول أنه ما حدث قد يكون رد فعل على هذا التحرك في الجبهة أيضا لا لا ليست صحيحا على فكرة اليوم لو تدخل كل معسكرات الجيش الوطني ستشعر بألم وألم شديد على ما حدث من عدوان غاشم على معسكر الميل التحركات الجبهة فجر الجمعة من الميمنة والقلب والميسرة في جبهة نهم تحركت بصورة واضحة واستطعت أن تقض أكثر من مواقع سقطت مواقع وتحصينات للميليشي الحوثي خلال يوم الجمعة فقط بينما الضربة الغادرة الغاشمة التي حصلت هي حصلت مغرب اليوم السبت يعني على معسكر الميل هذا لكن أيضا هذه أعطت دفعة للجيش الوطني لاستكمال معركته أنا أخشى أن لا تدخل ضغوطات لأنه يبدو أن من مصلحة بعض الأشياء في الإمارات العربية المتحدة سأعدك أستاذ رشاد لنتناقش في هذه الخشية التي هي لديك ولدى البعض حول استمرارية عملية نهم إذا ستستمر أو لا لكن نشرك معنا بالنقاش الدكتور علي العبسي المحلل السياسي وينضم إلينا من برلين في ألمانيا أهلا بك دكتور علي أهلا بك دكتور علي دكتور علي بداية تعليقك أو تقييمك لمستوى ردود الفعل الصادر عن الحكومة الشرعية حول المجزرة التي تم استهدف فيها جنود الجيش الوطني في محافظة مارك أعتقد أن الجميع متفق أن مستوى ردود فعل الحكومة اليمنية أدنى من المتوقع وأدنى من لا يمكن وصفه غير أنه عبارة عن خزلان لأروح الشهداء خزلان للجيش الوطني وخزلان للقضية التي يجد خارب لأجلها الجنود اليمنين والشعب اليمنين هناك مشاغل يبدو أن الحكومة اليمنية مشغولة بكل شيء في اليمن ما عدا مسألة تحرير العاصمة الصنعة وموجهة الحوثيين الحكومة اليمنية مشغولة بشيء أخرى يبدو أن هذا المثال تصل إليها متأخرة جدا لا يجد محاسبة لا يجد من يسأل الجبهات راكدة الحكومة للشريعية كأنها في نزهة كأنه لا توجد حر في البلاد لا توجد أزمة في البلاد لا يجد انقلابين في البلاد حركتها بطيئة للغاية فعلها أيضا متأخر ودون مستوى هناك أشكالية في الشريعي الإيمنية هناك أشكالية والجميع متفق عليها والأشكال هذه منذ عدة سنوات ويبدو أنها إشكالية ليست إشكالية وقتية ولكنها إشكالية هيكلية متعلقة بتركيبة الشرعية اليمينية بتركيبة الأشخاص الموجودين في موقع المسؤولية دعنا نقول بكل صحنا ليسوا في محل المسؤولية لا وزير الدفاع ولا منهم أعلى منه لا نائب الرئيس ولا حتى الرئيس ولا ليس وزراء ولا أحد ولا حتى القادة الميدانين يعني مسألة كيف تجمع هذا العدد من الجنود في موقع لا يبعد أكثر من 40 كيلو من مدفعية الحوثين أو 14 كيلو من مدفعية الحوثين هناك إهمال هناك استهتار هناك عدم المسؤولية هناك ركون الحكومة الشرعية منتظرة أن تقوم السعودية أو غيرها أو الأذي من بتحرير العاصمة صنعة لا يبدو أن يرون أن ذلك واجب الحكومة الشرعية وواجب الجيش الوطني الجنود مخذولون لا رواتب السلم لهم متركون في الجبهات يعني هناك لا ندري ماذا أصف ما يحصل مسألة مؤلمة جدا وأعتقد أن الحكومة الشرعية تتحمل مسؤولية كبيرة في مسألة المجزر التي شهدنا في ماري بيوم الجمعة طيب الحوثي الآن لم يتبنى العملية وهناك صمت من قبله الحكومة والرئاسة تتهم ميليشيا الحوثي وذهبت في هذا الاتجاه بناء على أي وقاع أو أحداث يمكن بداية الكشف في ملابسة هذه الحادثة ومعرفة من ربما يقف وراءها يعني الجزء بمن يقف وراءها هذه مسألة صعبة نحن لسنا في الموقع وليس لدينا إمكانيات أن نعلم ذلك هناك احتمال كلها مفتوحة سواء كان الحوثي وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم الحوثي بها بسهداف جنود يمنين حتى مواطن يمنين في مساجد الله هذه ليست المرة أولى أيضا التحالف والإمارات لديها السابقة في هذا المجال أيضا ليست مستبعدة لكن ما علينا أن نركض عليه هو استراتيجية الشرعية هي صرف الحكومة الشرعية اليمنية هي سلوكها هي استراتيجية هي طريقة تعاملها مع القضية طريقة تعاملها مع الحرب هنا المسألة هنا هذه الحقيقة الثابتة فيما حصل صحيح دكتور علي هناك شيء غير مفهوم في موقف المسؤولين والحكومة مثلا وزارة الدفاع تقول أن هذه العملية هي رد فعل على مقتل قاسم سليماني وزير النقل يدعو لتشكيل لجنة التحقيق في الحادثة وهناك تلميحات لأن تكون الحادثة جاءت من نيران صديقة هذه البواقف كيف يمكن توصيفها داخل معسكر الحكومة الشرعية أيضا من الواضح تماما أن هناك أكثر من طرف الحكومة الشرعية من هناك أكثر من جناح إذا صح التسمية هناك جناح يرضو ما يواجه النفوذ السعودي الإمارات ويقاومه ويمثلهم الوزير الداخلي الميسرية ووزير النقل وبعض الشخصيات السياسية والبرلمانية وبعض الأزعمال الاجتماعي في بعض المحافظات وهناك أيضا شرعية مستسلمة تماما للإملاءات السعودية والنفوذ السعودي ولا تتحرك إلا وفق مطالح السعودية وفق الخطوط التي ترسمها لها السعودية وهناك أطرف أخرى لا يهم هذا ولا ذاك يعني مجردين يعيشون على الرواتب والمصالح التي تحصلوا عليها من وجود في الشرعية هذا موقف واوح هذا الانقسام في الشرع الإيمانية موجود منذ فترة طويلة وأصبح أكثر وضوحة في الفترة الأخيرة هناك افتراق بين أكثر من طرف ولا ندري من هو حاسب لكن المسؤولية الرئيسية هي على رئيس عبد الربو منصور هادي هو رئيس الشرعية هو الرئيس الشرعي هو من يغير الحقومة هو من عين القادة العسكريين هو من عين الوزراء فهي في الأخير هي مسؤوليته طبعا الطاقة السياسية التي حولها تحمل مسؤولية القوى السياسية والحزبية المتحالفة أيضا تحطي طار الشرعية الرئيس هي أيضا تحمل مسؤولية البرلمان اليمني وشخصه ورئيس يتحملون مسؤولية القادة العسكريين في الدرجة الأولى أيضا تحملون مسؤولية ما جرى في مارم هو فشل عسكري فشل سياسي فشل استراتيجي وفشل متكرر ليس المرة الأولى ولا أعتقد أن تكون نقيرة لن تتحرك الحكومة الشرعية لمن عندما حصلت حالة مشابهة لا في الماضي من قبل إمارات عند مداخل مدينة عدن ولا حتى عندما تم قصف أكثر من مرة القوات الشرعية في مارب وفي تاعز وفي أكثر من مكان طيب دكتور علي أستأذنك أن تبقى معنا وأعد لضيفنا من مارب عبر الأقمار الصناعية لسود رشاد المخلافي في الوقت الذي تقول أنه لديك خشية من أن لا تستمر العملية العسكرية في جبهة نهم مع أنه الكثير يؤمل على هذه العملية التي بدأت تحرك بعد أن شهدت لفترات جمود أيضا قائد المنطقة العسكرية الثالثة يقول أن العام 2020 هو عام الانتصار والقوات المسلحة وهو يعني هنا قوات الجيش الوطني جاهزة للحسب لماذا تذهب إلى التشاؤم أنه ربما يحصل توقيف للعملية في نهم أخشى أن يكون تعرض مع المصالح الأشقاء في التحالف لأن المصالح الأشقاء في التحالف ذهبت بعيدا نحن نبعد اليوم مئات الكيلومترات عن الجبهات الحوثي وهم ذهبوا إلى مناطق أخرى كما يحصل في المهرة في نزاعات وصراعات وبسط نفوذ وأطمع وكما يحصل في عدن وكما يحصل اليوم في الساحل الغربي من استهداف لحصار تعز كونها حاملة للمشروع الدولة والثورة والجمهورية ومنطلق الثورة الأول هناك مشاريع أخرى يبدو أنها لها علاقة أو لها تبادل مصالح مع بقاء ميليشيا الحوثي سواء كانت هذه الكيانات الميليشياوية التي أنشئت خارج جسد الدولة بما يسمى مثلاً المجلس الانتقالي وميليشياته أو ما يسمى بحراس الجمهورية هي لها علاقات يبدو مصالح مع السمرار بقاء الحوثي المستهدف الوحيد هو الشرعية الجيش الوطني والشرعية ليست شخص أو أشخاص كما نلاحظ الإخوة في فنادق الرياضة بقاء وأتطرق إلى هذه النقطة بالذات بقاء الحكومة الشرعية وبقاء رئيس الجمهورية في الرياض يعتبر خيانة ولم يعد مبرراً على الإطلاق في الداخل اليمني مصالح اليمن اليوم مستبعدة تماماً المصلحة اليمنية مستبعدة اليمن مستبعدة من كل الاتفاقات التي تجري وإلى أين تريد الرئيس بات من الواضح أن يعودوا في ظل حالة الانكشاف الحاصلة إذا كانت مارف غير آمنة والمحافظات الجنوبية أيضاً غير آمنة وما زالت تشهد جوالات من الصراع أنا أقول لك لم يحصل هذا الاختراقات وأنا أكررها أنا لم أتهم أحد حتى في هذا لكن كل المؤشرات على الأرض تدل على أن الأخوة في الإمارات هم مرأة كل مصائبنا وكوارثنا يعني في اليمن بما فيها الضربة الأخيرة إن لم يكن الإمارات فهناك تنسيق حوتي إماراتي واضح لم يعد خفي على أحد أنا أعتقد الآن لا نتكلم عن طبقة المراقب المراقبين أو المحلل السياسيين أنا أتكلم عن الشارع اليمني هناك واضح من خلال الأحداث قلن خمس سنوات من الأحداث المريرة والكوارث التي تعرضت لها اليمن والجرائم الإماراتية المتكررة بحق اليمن كشعب وأرض وتاريخ هناك واضح بقاء الاستمرار بقاء الإمارات في التحالف لن يؤدي إلى مزيداً من التفكيك ومزيداً من الصراعات داخل المربعات الشرعية أو داخل مناطق الشرعية بينما سيظل الحوتي كما هو لذلك أنا أقول لك أخشى أن يكون هناك قرارات سياسية بوقف الحرب باسم التكلفة وتظهر لنا أيضاً ضغوطات دولية باسم التكلفة لأنه يبدو أن الحرب في اليمن أيضاً لها مصالح دولية باستمرارها حتى الأمم المتحدة لأول مرة في التاريخ أن تتحول منظمة الأمم المتحدة إلى تاجر يستثمر المعاناة اليمنية ونحن نعرف بأكثر من ملف اليوم الحديدة خندقت بشكل غير عادي ملئت بالألغام تهجير بمئة عشرة الآلاف داخل الحديدة أسر واختطافات وإعدامات ميدانية تحصل منذ اتفاق ستوك هولم ستوك هولم ويبدو أن اتفاق الرياض وصورة أخرى من ستوك هولم نحن لا مجال إلا بالحسن العسكري الصناعية وأنا مضطر لتوديعك حتى لا ينقطع شكرا جزيلا لك سيد رشاد المخلافي كنت معنا من مهرب شكرا لك عد دكتور علي العبسي دكتور علي العبسي هناك مسجدات في الميدان التحركات الحاصلة الآن في جبهة نهم هل يمكن القول أن هذه التحركات هي فاتحة لتغيير المعادلة أن حالة تعطيل الجبهات انتهت وأنها ستستمر يعني دعنا نصير أحسن الجبهة على السؤال دعنا نطرح سؤال آخر ما الذي حصل الآن حتى تتحرك الجبهة وما الذي دعا إلى إيقاف الجبهة لمدة سنوات من الواضح أن هذا التحرك الأخير نوع من ردة الفعل نوع من تنفيذ حالة الغضب وحالة المرارة التي أشعر بها الرفاق الجنود والضباط الذين شدوا فترك للجنود وترك قوات الجيش الوطني في نهم وفي مارب أيضا ضد الضربة إلى الحوثيين أو توجيه الضربة إلى الحوثيين أيضا كضربة انتقامية لكن المسألة هي مسألة أبعد من ذلك مسألة نهم منذ ثلاث سنوات وهناك عجرات الألف من الجنود موجودين على هذه الجبهة لم تتحرك منذ ثلاث سنوات ليس لأن الجيش الوطني غير مستعد أو ليس لديه القدرة أو حتى التسليح المعارف في هذه المنطقة منطقة جبلية مهتمدة على الأفراد مهتمدة على المشاه يعني طبعا دور الطيران المطلوب وهامل لكن أيضا ليس حاسنا الحاسن في هذه المنطقة الجبلية هي للمشاه والمشاه موجودون والذي هم خبرة والذي هم بأسلحتهم الخفيفة ومتوسطة ما الذي دعا إليه قف هذه الجبهة هناك قرر السياسي من التحالف من التحالف بوقف هذه الجبهة قرر السياسي بعدم الدخول إلى العاصمة صنعة بعدم طرد الحوثي من العاصمة صنعة بقاء الحوثي مسيطر على العاصمة صنعة هو هدف رئيسي للتحالف لا دعنا نكون أكثر صراحة وأكثر بكة يبدو أن من مصلحة التحالف ومصلحة السعودية والإمارات بقاء الحوثي في العاصمة صنعة على الأقل من أجل تبرير استمرار تدخل في اليمن من أجل تبرير استمرار وجودهم في اليمن وجودهم العسكرية وسيطارهم السياسية وبقاء الرئيس في العصمة السعودية الرياض. هذا الأقل. ربما هناك تحالفات. ربما هناك تنسيق مع الحوثيين. ربما هناك أشياء كثيرة. لا ندري. أدركنا نحن في الفترات الأخيرة هناك تواصل سعودي حوثي. هناك تواصل إماراتي حوثي. هناك أشياء تتم من تحت الطاولة. هناك جبزة بالماسية سرية أو المفاوضات سرية أو تواصل سري بين الحوثي والأطرف التحالف العربي. وبالنتجة قرار إيقاف الجبهة في نهم وقرار السياسة. وليس قرار معذكريا. وعلى ذلك أعتقد لا يجد ما يغير هذا القرار السياسي. ربما أتركها للجنود اليمنيين. يعني أن تذهب مع الرأي الذي يقول أنه ربما يتوقف أو تتوقف جبهة نهم. وأنه فقط الآن هي محاولة للتنفيذ كما قلت. لأنه هناك سؤال يطرح. هل كنا بحاجة لسقوط 111 من الضباط وجنود الجيش الوطني حتى تتحرك الجبهة؟ بالضبط هذا هو إطرح. يعني لماذا الآن؟ لماذا لم تتحرك الجبهة من قبلها بيومين أو قبل الأسبوع الماضي أو قبلها بشهر؟. يعني مسألة واضحة للغاية أن هناك تنفيذ انتصال الغضب من تتحات الإحباط والغضب الزلد المقاسلين يتركوهم يتقدموا هناك كيلومتر وهناك ساعة كيلومتر وأن ينتقموا لجمالاته. ثم بعد ذلك ستتوقف الجبهات هذا مسألة أكيدة. لأن الجبهة هذه معروفة. الجميع يدرك أنه إذا كانت هناك إرادة سياسية لحسن المعركة في اليمن والطرد الحوثيين والإنهاء الإنقلاب الحوثي فأفضل الجبهة ذلك كانت لهم هناك مسافة تتجاوز 14 كيلومتر بين قوات الجيش الوطنية والعاصمة صنع. يعني حتى العاصمة صنعية في مدى المدفعية الفقيلة للجيش الوطني. لماذا تم إيقافها؟ هذا سؤال عسكري غريب هناك لا يمت على أي استراتيجية عسكرية. لا يمت إلى أي تحليل سياسي. هناك طرف أوقف هذه المعركة والسعودية والإمارات إليمان. أوقف هذه المعركة ولا تريد هذه المعركة أن تستمر. والحكومة الشارعية الإيمانية عاجزة. الحكومة الشارعية الإيمانية عاجزة ومسلوب قرارها للسعودية ويعني ما يفرض أن السعودية تنفذه بدون أي نقاش. للأسف الشديد هذا ما يتم. وأعتقد أن المسألة لن تتغير. دعنا ننتظر أسبوعين أو سبوعين وستنظر المعارك في نهم تتوقف. أشكرك جزيلا دكتور عالي العبسي المحلل السياسي. كنت معنا من برلين. شكرا جزيلا لك. كنت معنا عبر الهاتف. وأرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية من مارب. أستاذ سلمان العفيف. ناشط السياسي. أهلا بك. أستاذ سلمان. أهلا وسهلا. مساء الخير. أستاذ سلمان ما التفسير. 111 يعني هم ضحايا هذه العملية ما بين ضباط وأفراد وجنود في الجيش الوطني. ومع ذلك ربما لو كان في بلد آخر حادثة كهذه ستهز البلد بأكمل. لكن ربما فسر المواقف الرسمية بأنها متخاذلة دون المتوقع دون المستوى. تفسيرك لماذا في البداية نترحم على أرواح شهداء الأبطال الذين سقطوا في هذه المجزرة المروعة. أعزائنا الكبير لأسرة الضحايا. نتمنى من الله أن يشفي الجرحى والمصابين. يعني نحن بطبيعة الحال هذه هي سلسلة لحلقة يعني طويلة من مسلسل الارتهاد للأسف للأخوة في التحالف. البيانات الركيكة تعودنا عليها حقيقة من مؤسسة الرئاسة. كان يفترض بمؤسسة الرئاسة أن تضع بديلا عنها مركز إعلامي لصياغة البيانات والنعي وما شابه. هذا حمل كبير على المؤسسة الرئاسة. للأسف نحن لم نتوقع أكثر من هذا. المسألة واضحة. اليوم هناك ارتهان كبير. هناك عملية ويعني دعني أقول بأن هناك استراتيجية ينتهجها التحالف بابتداء بمسألة التجويع وقطع الرواتب عن الجيش الوطني. الإملاءات والتدخلات في القرار السياسي السيادي للبلد دعم الكيانات الموازية للدولة والموازية للجيش وتشجيع الجماعة المسلحة التي تقاتل الجيش والتي تكرس لحالة الدولة اللا دولة الموجودة اللا دولة في البلد إغراق البلد بالميليشيات وإغراق المشهد السياسي بالفوضى هذه كلها بوادر وكلها تؤكد بأن هناك استراتيجية واضحة ينتهجها التحالف وهو تمييع الشرعية وجعلها بهذا الصورة من الركاكة وأيضا استهداف مؤسسة الجيش المؤسسة العسكرية والأمنية التي تكسرت عليها طموحات ميليشيات الإرهاب الحوثية وهذه المسألة لها سياقها لا يمكن أحد أن ينكرها وهي واضحة للعياة والسؤال الآن السؤال الآن سلمان أين هو الرئيس هادي أين هو نائبه علي محسن الأحمر أين هو المقدشي وزير الدفاع هل يمكن أن يتحقق نصر في ظل حالة الصمت والغياب لهؤلاء القيادات والحضور والتواجد في الفنادق ربما بعيدين عن الميدان وعن معاناة المواطنين اليوم ربما معاناة أفراد الجيش قبل المدنيين للأسف للأسف الشديد مؤسسة الرئاسة ككل الحكومة ككل هناك يعني حالة من الارتهان فرضها الواقع التحالف العربي المجتمع الدولي يريد أن تكون الشرعية بهذه الصورة بهذه الصورة من الهشاشة بهذه الصورة من الضعف لذلك تمنع الحكومة من مارسة اليوم الحكومة تمارس مهامها الشكلية داخل عدن وأضفوا على هذه الممارسة الشرعية وجعلوا من يعني تمارس تمارس عملها تحت وصاية المجلس الانتقالي الذي كون قوته خارج إطار الشرعية إذن نحن أمام يعني حالة واقعية تماما ما هو ما هو حاصل هو حاجة يعني يمكن القول بأنه يعني ما كان لنا أن نتوقع أكثر من هذا حالة الارتهان هي نتيجة لغياب يعني لغياب المؤسسة الرئاسة لغياب الحكومة لغياب كذا يعني جعل اليوم رجال الدولة مغيبون عن القرار السياسي وعن أماكن في القرار السياسي فالمسألة أنا لا أتوقع من مؤسسة الرئاسة وكأن أنا أراهن على قوات الجيش اليوم المعركة مصيرية وأن يكون وهل هنا الجيش الوطني يستطيع أن يحقق أي نصر أو تقدم في ظل حالة الارتهان كما توصف أو وصفتها يستطيع اليمنيون لدى اليمنيون خيارات كثيرة يستطيع اليمنيون قاتلت مطارح نخلة وهي نوات العملية التحرية التي بدأت وقاتل أبناء اليمن في ظل والدولة كانت تنهار يعني كليا أعتقد بأن ما هو حاصل الآن سيفرز لنا مرحلة جديدة سيكون لها قادتها ويكون لها يعني مرحلة جديدة سيصنع اليمنيون خياراتهم بأنفسهم لا يأس أبدا الركود الحاصل والركود الموجود هو نتيجة للارتهان نتيجة لجعل يعني لحالة التبعية التي انتهجتها قيادة الشرعية للتحالف وتسليم القرار السياسي والعسكري للتحالف لكن هناك مرحلة أعتقد بأن لها خياراتها المتعددة واليوم اليمنيون ليست الأبواب مرصدة أمامهم أبدا وعلى كل قيادة الدولة أن تحدد أن تحدد أن تحدد مواقفها وسؤالي هل ستستمر عجلة التحالف نعم ما هو حاصل في نهم ما هو حاصل في نهم لأطراف لأطراف داخل الشرعية مع الأسف الشديد وهناك رغبة في الركود الذي كان حاصل ربما هذا تكون يعني ردة فعل لكن ردة فعل من من ردة فعل من من وضعنا من الخلف من تحالف جاء لعادة الشرعية وجاء لعادة الشرعية اليمنين ما هي هذه الحسابات التي يمكن من خلال فياس التحرك الآن في نهم حسابات التحالف العربي يعتمد على استراتيجية إنهاك الجميع بالجميع يعتمد على استراتيجية ترك الركو وضع أو جعل حالة من الركود في الجبهات سياسة التجويع التي يمارسها بحق الجيش الوطني أيضا يعني بناء تشكيلات مسلحة خارج نطاقة الدولة الجيش اليمنية تعرض لطعانة كثيرة ليست ليست هذه الأولى لكن هي يعني حلقة من سلسلة حلقات مارسها التحالف وكلها من أجل حساباتها الضيقة ومن أجل سياسات معينة يريد أن يفرضها وواقع خارج الإرادة اليمنية وخارج أيضا أهداف التحالف التي جاء من أجلها وفي ظلها طيب العملية الآن في جبهة نهم البعض يقول أنها هي فقط محاولة لتنفيس حالة الغضب لدى فرد الجيش الوطني بعد الحادث الأخيرة وأنها لن تستمر هي ليست تنفيس لحالة الغضب هناك استراتيجية عسكرية ينتهجها الجيش اليمني ونحن في معركة على كل حال سواء كانت ردة فعل أو لم تكن ردة فعل يعني نحن في معركة والمعركة متواصلة ولها استراتيجياتها ولها مراحلها وهذه أمور عسكرية نتركها للعسكريين كان ضيفنا من برنين الدكتور علي العبسي يقول أن ربما على أحسن الأحوار ربما تستمر هذه العمليات سبوع سبوعين فقط ومن ثم تعود حالة الجمود في جبهة نهم هذه أمور عسكرية لا نستطيع البتاء يعني الفصل فيها لكن أنا أعتقد أن اليمني الذي هم خيارات سواء مؤسسة الجيش منهم في مؤسسة الجيش أو منهم يعني تعويلنا على الشرفاء لا زالت التركيبة الاجتماعية أيضا يعني كما هي متماسكة اليوم الجيش الوطني قاتل اليمنيون في مطار نخاوة كانوا قلة اليوم الجيش الوطني من كل بيت ومن كل قرية ومن كل عزلة من هذا الوطن والخيارات متاحة واليوم اليمنيون سينتهجون في ظل هذه السياسة الهوجاء التي تنتهجها يعني تنتهجها التحالف وأطراف داخل الشرعية لدى اليمنيون خيارات ولدى الجيش الوطني نحن نعول على الجيش الوطني أكثر مما نعوله على الساسة وعلى التحالف العربية الذي للأسف الشديد أتى باسم استعادة الشرعية وهو اليوم يعني ينفذ حلقة من حلقات استهداف الجيش الوطني الذي لن يهتز ولن ترتعد أركانه بإذن الله تعالى أشكرك جزيلا سلمان العافي في الناشط السياسي كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من محافظة مارب شكرا جزيلا لك وإيضا الشكر موصول ضيوب هذه الحلقة من برنامج سأل يبني في الختام تحية الطاقة برنامج وفي أمان نلقاكم في حلقة الغد يبني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة